اشتركوا في القناة وحفظه الله في برقيته عن تقديره لجهود دولة الامارات في انجاز هذا الاتفاق والتوفيق بين الاطراف المعنية بما من شأنه تحقيق الوحدة وإحلال السلام بين الاطراف اليمنية من أجل العمل سويا لمواجهة ما يهدد استقرار اليمن وسلامة أراضيه كما بعث جلالته وأيده الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى سمو شيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أشاد فيها بدور سموه في توقيع اتفاق الرياض مثمنا جلالته دور دولة الامارات الشقيقة في إعادة الشرعية لليمن وإحلال السلام في كافة ربعه